موسيقى مرحب من دولة الإمارات العربية المتحدة بسمو الشيخ سالم القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة فليتفضل ليلقي كلمته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب المعالي والسعادة سعادة الدكتورة هنادي المباركي الأخوة والأخوات الحضور الكريم لعله ما يسعدني أن نرى محفلنا اليوم ينطلق مجددا بمبادرة كريمة من أرض الكويت وتحديدا من قبل الأخت الدكتورة الفاضلة هنادي المباركي والتي نتوجه لها بخالص الشكر والتقدير على مبادرتها الكريمة تلك والتي تحولت عبر مسيرة خمسة عوام مضت لمنطقة ومنصة عالمية تطرح وتثير وتتصدرها نقاشات جادة والعديد من الأوراق البحثية الهادفة للارتقاء وتعزيز قدرة الحكومات ودول المنطقة الخليجية وحكومات العالم أجمع على مجابهة تحديات المستقبل عبر ترسيخ قيم الابتكار والتكنولوجيا بما تعنيه تلك التطورات من كونها باتت التحدي الأبرز فالدولة التي تبتعد عن دروب الابتكار ستقف بعيدا عن ركب التطور الحضاري حيث بات تصنيف الدول والشعوب وفقا لقدرتها على الخوض في أتون الابتكار وتولي زمام المبادرات الهادفة لتسخير التكنولوجيا بكل تجلياتها بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والاقتصاد الرقمي وغيرها الكثير من التطورات التقنية الهائلة التي نتفاجأ بها يوما بعد يوم أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم لا شك وأننا ونحن نرى بعين الشاهد لمسيرة التطور المتسارعة المحققة وبشهادة المؤسسات التنموية الدولية والعالمية تحولا هيكليا ومسارات تطورا جليا ساطعا لمسيرة التنمية وخارطة الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي شطرة عزيز والارتقاء باستراتيجيات ومستهدفات تنويع مصاري الدخل الوطني لدول المجلس والتوجه نحو ترسيخ والارتقاء وتوطين أرقى ممارسات الارتقاء العالمية بفضل الرؤاء الثاقبة والفلسفة الحكيمة لقادة وشيوخ وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي لنرى أن الابتكار هو شعلة لن تخبو بمشيئة الله تعالى على أرض دول المجلس وهنا فلا شك إننا في دول المجلس التعاون الخليجي حينما نسارع لقطع خطى شاسعة إن كان عبر إنشاء المؤسسات المعنية والمختصة بترسيخ ثقافة الابتكار سواء مؤسسات بحثية أو تطويراً للمناهج التعليمية أو حتى استقطاباً لاستثمارات العالمية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار لهي ولا شك تعدو منهجيات صائبة أتت ثمارها الطيبة مع ارتفاع مؤشرات نجاح دول المنطقة في مسارات التطور التكنولوجيا الحضور الكريم إننا إذ نتحدث اليوم بكل تقدير وإجلال عن الرؤية المباركة لدولة الكويت الشقيقة وهي رؤية الكويت 2035 الهادفة لتحويل هذا البلد الطيب والدولة الشقيقة العزيزة على قلوبنا منذ بواكير نهضتها وريادتها الثقافية والإبداعية منذ حقبة الأربعينات من القرن الماضي حيث تهدف تلك الرؤى المباركة لتحويل الكويت إلى مركز مالي جاذب للاستثمار بكل ما تحمله تلك الرؤى في ظل رعاية ودعم وعزيمة القيادة الرشيدة لدولة الكويت الشقيقة متمثلة في صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وهنا فإنه يسعدني أذن أن ألقي الضوء على مبادرات حكيمة تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث تتضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية كالاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وكذا استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرة المئة مبرمج كل يوم واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية لبلوكشين وغيرها من المبادرات الأخرى ولا شك أن جهود دولة الإمارات أتت ثمارها وحصادها طيبة مباركة يشهد بها العالم أجمع بالأخص عبر نجاحها وتمثيلها لدول مجلس تعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة في الوصول للمريخ ودعم مسارات الابتكار في الفضاء والعديد من المجالات والتحديات التي تجاره الأرض كبحاث الموارد المائية والطاقة المتجددة وغيرها من التحديات التي لن نستطيع حتما تخطيها جميعا سوى بالشراكة وتعزيز قدراتنا الابتكارية أصحاب المعالي والسعادة الإخوة والأخوات والحضور الكريم أعلم أنني أطلت عليكم ولكن دوما الحديث عن الابتكار يمثل بوتقة والتجمع وتشحذ اهمتماماتنا وقدراتنا وختاما يسعدني أن أتوجه لكم جميعا بالحضور كما أتوجه بالشكر مرة أخرى لسعادة الأخت الدكتورة هنادي الامبارقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته